اشتركوا في القناة كان في لقائنا دائما السيد ياسين الذي رحب بطقم القناة وقدم لنا مجموعة من المعطيات التي تخص الدجاج الفيومي بنوعه الفيومي المصري والدندروي الأردني السلام عليكم الإخوان مرحبا بكم مرحبا بطقم طيور تيفي في هذه الحلقة إن شاء الله سنرى الجديد اللي لدينا في المزارعة دينا دينا شيء حاجة دي السلالات وتنخدموا على حوية جداد بإذن الله وما يكونوا غير الخير مرحبا بكم والف مرحبا بسم الله تفضلوا معنا باش تشوفوا إن شاء الله مرحبا بكم كما تتشوفوا معنا دابا وجدنا واحد السلالة دي الفيومي اللي غنية على التعريف بطبيعة الحال هذي دابا تقريبا عام وحنا نخدم من علاة السلالة وهي تبارك الله دابا بارا وجدات الحمد لله كما تعرف كل شيء بأن النار الفيومي عندهم المناعة تكون قوية والنسبة للبيض ديرو تكون مزيانة بالنسبة للجاج البلدي حيث تتطراوح البيض عندها من 180 البيضة حتى 210 البيضة في السنة في الظروف الملائمة وكما قتلكم مرحبا تبارك الله را غنية على التعريف ونحن هيا غادين مع السوق شنو فيه الحمد لله الميول دابا غادين للسلالات والله يكمل بي خير مواما هذه الساعة وجدنا الفيومي وباقين عدنا عوداني حواج خرين اللي خدامين عليهم ان شاء الله العام الجاي بإذن الله وتنتمنهم الخير من الله سبحانه وتعالى لنا و الجميع المسلمين الناس تعطوا السلالة دي الفيومي لديت المناعة ديالها اللي تتكون قوية وتتعايش مع جميع الظروف ديال المناخية اللي كينا في البلد ديالنا وعندو تال انتاجية طالعة بالنسبة للبغابور للبلدي يعني هو الانتاجية دياله بزوينة ومتيميش للقراق يعني حتى تتوصل لسانتين ثلاث سنوات عادية تتمن للقراق يعني في واحد الانتاجية اللي كبيرة بالنسبة للبلدي اللي معروف عن نفسه كما تتلاحظوا معنا نحن دابا الحمد لله ديال عام دابا وحنا ختمين على هجو السلالة كين عندنا الفيومي المصري وعندنا الدندراوي اللي معروف بالفيومي الأردني وباقي ان شاء الله قد نشتغلوا على سلالة خورا بإذن الله قد ندخل جديدة للمزرعة ان شاء الله مولانا الكريم واحد نقطة الإخوان اللي بغتنشر لها هي كين الفيومي المصري اللي هو معروف وغني عن التعريف وكين الدندراوي اللي تعيطوا لها الفيومي الأردني وفيومي أردني ما كانش فيومي أردني ولكن كين الدندراوي بالنسبة للانتاجية ما كانش فرق بيناتهم كان فرق صغير في الحجم وفي البيض في اللون دي القشرة اخوان واحد النقطة اللي بغتنشرها بالنسبة للمبتادئين باش يفرقوا ما بين الفيومي المصري والدندراوي اللي معروف باسم الفيومي الأردني بالنسبة للفيومي المصري روه هذا يعني الشكل ديالو تيكون فيها الكحل ومنقط بالبيض العينين تيكونوا كوحل ورجلين تيكونوا كحلين والوزن كما تتشوفوا سوف يكون فيه 1 كيلو أو 200 كيلو بحلقة إن شاء الله هذا رضاكار عمر أربعة أشهر كما تتشوفوا هذا الجنوائح اللون تشوفوا الدكور كيف يشدون روه هذا الفيومي المصري بالنسبة للفيومي الأردني أو الدندراوي هذا نموذج الدندراوي الذي تسمى كذلك بالفيومي الأردني وخانا ما تنقل شرا فيومي أردني حين الفيومي معروف هو الفيومي المصري اللي تلقاه في منطقة الفيوم أما بالنسبة للأردني روه الدندراوي هو هذا أنتم كما تتشوفوا الشكل ديالو كي تيكون داير روه ماشي بحل الفيومي المصري والوزن روه تيكون تبارك الله وزن هو هذا رفروج عمر أربعة أشهر مقارنة مع الفروج ديال الفيومي المصري اللي بريتكم قبيلة رابين الفرق تبارك الله أنتم الإخوان كما تتشوفوا هذا فيومي مصري وهذا دندراوي يعني الفرق في الانتاج للبيض روه ما كانش الفرق روه بحال بحال في الانتاج ولكن كان فرق في الوزن وفي الشكل هذا تيكون تبارك الله الدندراوي وزن على الفيومي المصري هذا هو الفرق اللي كان الإخوان باش ميغشكم تواحد إن شاء الله هاو مباينين أنتم الإخوان مهم إحنا أريد أن أعطيكم فكرة على الفيومي المصري وعلى الدندراوي لأن الأغلب من الإخوان لا تعرفوا الفرق بينهم وتشكوا في المسألة الدندراوي وكيف كاين أو لا كاين أنا أقول لكم الدندراوي ها هو كاين وها الفيومي رتا هو كاين بالنسبة للمزرعة دينا مزرعة إيادفار إحنا أخذنا على العتق دينا باش نجيبوا هذه السلالات هادو باش لبيوا الحاجيات والطالبات دينا الناس اللي مبتدئين أو اللي احترافيين را المنتوج وادا ومزرعة دينا را محلولة في وجهة أي واحد بغي يشوف المزرعة مرحبا بي الإخوان إحنا إن شاء الله سنحضروا مفاجأة أخرى إن شاء الله للسنة المقبلة بإذن الله دابان خليكم تستبتعوا معنا إن شاء الله بالخالط دينا السلالات هادي واحد جربة إن شاء الله نقمتها فينا في مزرعة دينا غنشوف إن شاء الله سنحاولوا نحسنوا من الإنتاج والمرضودية دينا باش نعطيوا عوتاني واحد الرونق جديد للدجاج بإذن الله مولانا الكريم تقام طيور تيفي على الزيارة اللي كانت في الحقيقة مفاجئة ما علمتوناش ما يكون وجدنا زعمال محتوى ويكون عمر أكثر إن شاء الله وقبلوا علينا باتش اللي أعطاننا راحنا ما وجدنا موالو قبلوا علينا باتش اللي أعطى الله هذا السعادي وراء إن شاء الله كل جديد إحنا ما يمكناش قناة طيور تيفي تشرفنا هنا في مزرعة دينا إياد فارم وما نعطيوهاش اللي اللي عنا في جهدنا إن شاء الله وباقي الخير بإذن الله للقدام وتشكركم أنتم متابعين دي القناة طيور تيفي وراء تنوعدوكم إن شاء الله رغيكم جديد بإذن الله في مزرعة إياد فارم وباقي المحتويات خران إن شاء الله وحاولوا نتعمقوا فيهم أكثر فأكثر بإذن الله ونتمنى نكونوا عند حصن ضن الجميع والله يستر الأمور للجميع إذن كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم الشكر الجزير للسيد ياسين عن مزرعة إياد فارم للدجاج البيض والشكر لكم أنتم أيضا متابعين الكرام عن حسن تتبعكم وإصغائكم ودعمكم لقناة طيور تيفي نتمنى دائما أن نكون عند حسن ضنكم نحن دائما عند حسن ضن الجميع مرحبا بكم في قناتنا وقناتنا هي دائما منصة للمربي المبتدئ والمحترف شكرا لكم مرة أخرى وإلى حلقة قادمة بإذن الله دمتم في رعاية الله تبا لكم شكرا